موسيقى عشان الفولك يسير على الماء انت ذكرت انه حجم ملعب كرة قدم على 3 أدوار مع قوة الماء لانه انا كنت بكرأ مقال انه قوة الماء اكتر من 100 ضعف من شلالات نياجرا في كندا فكيف بيتحمل الضغط والقوة اللي نبيع من اسفل او المطر من فوق احنا نعرف ان الفولك تبنى على ارض صلبة ولما ازدادت المياه ارتفع فهو مش مبني عشان يسيل ما هوش زي البغر هو مبني عشان يترفع اللي بيحصل ايه لو فيه سنامي في قاع البحر السنامي عبارة عن طبقات الارض بتنزل عن بعضها فالميا بتنجارف بشدة تمام فلو فيه سنامي في قاع البحر اأمن مكان تتواجد فيه انك تكون على سفينة على قمة هذا البحر ده اأمن مكان ممكن الانسان يتواجد فيه فالفولك كانوا بيطفوا على سطح المية اللي غطت من غير ما يقلب اه ما يحتاجش ما يتقلبش ليه لان كل التفاعلات اللي حصلة دي في قاع المحيط وقاع البحار كلها دي كلها بعيدة بارتفاع مية عالي جدا غطأ عالي الجبال زي ما قلنا فكان فيه ارتفاع عالي جدا للمية وكان الفولك بيطفوا بصورة سليمة جدا على القمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة